اطلق عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى حملة رش جميع احياء الدائرة بالمبيدات الحشرية ذلك من اجل محاربة البعوض الذي يسبب الميلارية خاصة في موسم الخريف محمد الامين احمد باشر رسميا عمدة الدائرة الخامسة لبلدية انجمين محمد صالح موسى عملية مكافحة البعوض بمدينة انجمينة سيما الدائرة الخامسة خاصة في مربعات كل من حي امرجيبا ورضينا وسنفيل حيث بدأت العملية في كل من مربع 23 و 10 بحي امرجيبا وذلك تزامنا مع حطول الامطار التي يتكاثر فيها البعوض بسبب المياه الراكدة والاوسخ وعلى هذا الاساس قام العمدة وبعض من معاونيه بالدائرة باطلاق عملية رش البعوض بالمبيدات الحشرية وبهذا الخصوص قد صرح العمدة للصحافة الوطنية عن مغذى هذه العملية التي قامت بها الدائرة الخامسة في كومينة سنكي مرانو سمانانا من بعد ساة تيسادة نشوف فيه اللينار كالم مراننادو مكولة في سائر ما فيه لنشوف أبارتر دي بنتينة مشكلة هلا دكي مشكل ما عندنا ناس قلنا كنكيدة شونو مسكيل حقا تينا ملاذر لغينا مسكيل حانا مباودة مباودة ما تخلي إعلات الجن بغودو في كارفور بغنوسو قلنا كنكيدة نسوكي كيف انينا ما عندنا امكانيات النقدور ونطرد فوق مباودة يذكر بأن عملية مكافحة البعوض والرشب المبيدات ستشمل كافة دوائر العاصمة في هذا الموسم بالذات